اشتركوا في القناة حيث تشرف سموه بتقديم ايجاز لجلالته حفظه الله بمناسبة اكتشاف مكمنين جديدين للغاز الطبيعي في كل من طبقات الجوبة والجوف الغير تقليدية الوقعتين تحت مكمنين الخف والعنيزة المنتجين للغاز الطبيعي في مملكة البحرين وقال سموه ان الاعلان عن هذا الاكتشاف يأتي بعد تنفيذ عمليات الحفر التقييمية والاختبارات في مكمن الجوبة واستكمال بئرين في مكمن الجوف والتي جاءت نتائجها مشجعة من حيث الكمية وفرص الانتاج مضيفا سموه ان هذه الاكتشافات المهمة تأتي منسجمة مع طموح ورؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والصاحب السمو الملكي لأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله بتعزيز ورفع قيمة الموارد الطبيعية لمملكة البحرين وخلال الاستقبال اعرب حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ايده الله عن شكره وتقديره لاسموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة وعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة للنفط والغاز على الجهود الوطنية المخلصة التي يبدلونها في تطوير قطاعي النفط والغاز والتي اثمرت عن هذه الاكتشافات وهذا الانجاز المهم بما يعزز ويخدم الاقتصاد الوطني والمسيرة التنموية في البلاد ويعود بالخير والنفع على الوطني والمواطن متمنيا جلالته للجميع دوام التوفيق والسداد وبهذه المناسبة رفع سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنفط والغاز خالص الشكر والتقدير والامتنان إلى المقام السامي لصاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على تفضل جلالته باستقبال عضاء مجلس ادارة الشركة وعلى توجهات جلالته الساميات الكريمة وقال سموه لقد وفرت لنا هذه الاكتشافات والنتائج الإيجابية الأخيرة المعلومات القيمة اللازمة للمضي قدما في إجراء المزيد من التقييمات المطلوبة للآبار بهدف الاستفادة من جميع إمكانات هذا المورد الواعد من الغاز الطبيعي وتابع سموه قائلا تمهد هذه المعلومات المتوفرة لدينا الطريق للتطوير والإنتاج المستقبلي لمورد الغاز الطبيعي بما يحقق مصلحة مملكة البحرين كما استعرض سموه أحدث تطورات وإنجازات الشركة القابضة للنفط والغاز والشركات التابعة منها جهود تحديث أطر الحوكمة والاستراتيجيات على مستوى المجموعة والنتائج الملموسة في تحسن أداء الشركة القابضة والشركات التابعة ونبذى عن المضي بخطا ثابتة في بناء نموذج عمل أكثر استدامة ختاما اطلع سموه جللته على عدد من المشاريع المستقبلية والمبادرات الاستراتيجية المزمع البدء فيها في العام القادم بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم وتضلوات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء للنهوض بقطاع النفط والغاز في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر